في موضوع القيادة والقوة تحدثنا في المرات السابقة عن نظريات القيادة وبقي اليوم أن نتحدث عن آخر نظرية من هذه النظريات وهي النظرية الموقفية والنظرية الموقفية تبقى على أكثر مرونة في اختيار الإسلوب المناسب للموقف وندرس أيضا فيه نموزج فيدلر للقيادة الموقفية وهذه النظرية تقوم على مبدأ هام جدا وهو مبدأ أنه ليس هناك إسلوب قيادة واحد لكل المواقف باعتبار أن القائد يمكن أن ينجح في مواقف معينة ومواقع معينة ويفشل في مواقع أخرى والقائد يمكن أن يستخدم إسلوب ينجح مع بعض العاملين ولكنه لن يكون إسلوبا ناجح عند مواجهة أو استخدام نفس الإسلوب مع عاملين آخرين فالإسلوب القيادي الأمثل بفقا لهذه النظرية هو الإسلوب القيادي الذي يتناسب مع الموقف لذلك نقول أن القائد ينبغي أن يكون أكثر مرونة في اختيار الإسلوب المناسب للموقف المناسب أو الموقف المعين كل موقف يحتاج لإسلوب قيادي يختلف عن الموقف الآخر بمعنى أنه في بعض الموقف تتطلب من القادة الشدة وبعض الموقف تتطلب من القادة اللين بعض الموقف تتطلب المكافأة بعض الموقف تتطلب العقاب إذن ليس هناك إسلوب قيادي واحد يصلح لكل الموقف أو لكل الحالات الأمر يتوقف على طبيعة الموقف أو الظرف لذلك سميت بالنظرية الموقفية أو في بعض المراجع يمكن أن نقرأ أن اسمها المدرسة أو النظرية الظرفية باعتبار أن الإسلوب القيادي الذي يتناسب في ظرف معين قد لا يتناسب في موقف أو في ظرف آخر أو في حالة أخرى طيب الآن نتحدث عن نموزج فيدلر للقيادة الموقفية وقدم فريد فيدلر نموزجه الذي يوضح فيه أن نجاح القائد يعتمد على عاملين وهما أولاً إسلوب القائد وثانيهما هو التحكم الموقفي فالعامل الأول الذي هو إسلوب القيادة هو عامل يعكس الطريقة المتبعة في تعامل القائد مع المرؤوسين يعني ما هي الطريقة التي يستخدمها القائد في تفاعله مع المجموعة أو مع المرؤوسين والعامل الثاني عامل التحكم الموقفي وتمثل درجة تحكم القائد في الموقف وأداء القائد ونجاحه يحتمد على درجة الانسجام والتوافق بين إسلوب القيادة في القيادة أو الطريقة التي يتبعها القائد ومدى تحكم القائد في الموقف إذن هذا هو الإسلوب الذي بنى عليه فريد فيدلر نظريتي وننتقل الآن إلى الحديث عن مكونات القيادة الموقفية والقيادة الفعالة هي التي تعتمد على المرونة وتحليل وتقييم الموقف ومن ثم استخدام الموقف الذي يتناسب مع الإسلوب لأن ذكرنا أن كل موقف يتطلب إسلوب قيادي يختلف عن الموقف الآخر طيب ذكرنا أيضا أن نجاح القائد يعتمد على الإسلوبين السابقين اللي هو إسلوب القيادة والتحكم الموقفي وإسلوب القيادة زي ما ذكرنا هو الطريقة المتبعة للتفاعل مع المجموعة والتحكم الموقفي يمثل درجة تحكم القائد في الموقف المعين وذكرنا أن نجاح القائد يتوقف على مدى الموائمة أو موازنة القائد بين الموقفين بين العاملين السابقين الآن نتحدث عن مكونات القيادة الموقفية والقيادة الموقفية لها ثلاثة مكونات المكون الأول هو علاقة بين القائد والمجموعة ويعتبر فيلر أن هذا هو أهم العوامل التي يمكن أن تستخدم في التحكم في الموقف لأن القائد هنا يعتمد في التحكم على الموقف يعتمد على علاقته مع المجموعة ومع المرؤوسين والأمر يتعلق بدرجة الدعم الذي يتلقاه القائد من المجموعة والقائد الذي يحظى بدعم المجموعة لا يحتاج إلى الاعتماد على بقية العوامل مثل قوة المنصب مثل قوة الخبرة لا لأنه يعتمد على مدى تقبل المرؤوسين لقراراته وهذا ينعكس في دافعية المرؤوسين أو الموتيفيشن التي سوف يلقاها من المرؤوسين العامل الثاني أو المكون الثاني من مكونات القيادة الموقفية هو عامل هيكلة العمل وهيكلة العمل تعني وضوح الإجراءات والأهداف فكلما كانت الإجراءات محددة وكلما كانت الأهداف واضحة وكلما كانت هناك تفاصيل أدق ومعلومات متوفرة كلما كانت إنعكس ذلك على الإنجاز وبالتالي زادت إنتاجية المرؤوسين لأن الأهداف بالنسبة لهم واضحة والإجراءات واضحة والمكون الثالث من مكونات القيادة الموقفية هو قوة المنصب ويحصل القائد على سلطته بحكم منصبه وهذا المنصب يمنح القائد الحق في مكافأة من يشاء الحق في معاقبة من يشاء ولكنه لا يضمن التعاون أو المشاركة من المرؤوسين كما هو موجود في العامل الأول أو المكون الأول وهو العلاقة بين القائد والمرؤوسين وهذا يقودنا مباشرة إلى التحدث عن المستويات الثلاثة للتحكم في الموقف وفقا لفيدلر ففيدلر حدد ثلاث مستويات للتحكم في الموقف وهي التحكم القائد العالي والتحكم القائد الضعيف وفي الوسط التحكم المعتدل الآن نتحدث عن موضوع في قاية الأهمية وهو أهمية القيادة في منظمات اليوم في منظمات اليوم زادت أهمية القيادة سواء كان أي اسلوب القائد أو نمط القائد يختلف باختلاف الموقف أو سواء كان القائد يأخذ موقفا محددا أو يأخذ أو يتبنى نمطا محددا مثل القيادة التسلطية أو القيادة الشورية أو الديمقراطية أو القيادة الحر أي كان النمط الذي يتبناه القائد فالقيادة مهمة في منظماتنا في هذا العصر الذي نعيش فيه الآن لأن القائد يسعى دائما إلى أداء العمل الصحيح بطريقة صحيحة لكي يضمن تحقق القيادة والفعالية ونقول كقاعدة مهمة هنا أن وجود القادة في أي تنظيم يمنح العاملين دافعية أو يمنحهم تحديدا الآتي أولا الشعور بأهمية العامل يحس العامل بأنه مهم وأن له دور كبير في التنظيم وبالتالي في هذا الجانب نقول أن إذا شعر كل فرد بأنه يستطيع أن يساهم ولو بجزء يسير في نجاح المنظمة ككل فهذا يشكل أو يكسب المرؤوس شعور بالثقة والاعتزاز كذلك وجود القادة في أي تنظيم يمنح العاملين الحرص على التعلم من الخطأ وهنا نتحدث عن مسألة التعلم والجدارة فالقائد يثمن مسألة التعلم ويدفع العاملين ويحفزهم على أن يتعلوا من أخطائهم ويقوم بتصحيح أخطائهم وهذا ما يبدد الخوف العاملين من الفشل وبالإضافة إلى ما ذكرنا نقول أن وجود القادة في أي تنظيم والإضافة إلى ما ذكرنا نقول أن وجود القادة في أي تنظيم يمنحهم الشعور بالجماعية وهذا ينعكس على أدائهم العمل بكل تعاون وباعتبارهم جزء لا يتجذى باعتبار أن العامل هو جزء لا يتجذى من التنظيم وهذا ينعكس في تبدد الصراعات أو عدم ظهور الصراعات أو تحول الصراع إلى بدلا من أن يحاول كل الطرف أن يقضي على الطرف الآخر يتحول الصراع إلى تعاون ويقوم كل فرد بآداء إنجاز ما هو مطلوب منه في إطار المجموعة وفي إطار تعاونه مع بقية الأفراد في العمل كذلك من الأشياء المهمة التي تنعكس في دور القادة في منظماتنا هي مسألة متعة العمل باعتبار أن القادة أو القائد يسعى إلى أن يوفر مناخا تنظيميا يتصف بالمدعى والتحدي والتحفيز والإنجاز والإبداع فمسؤولية القائد هنا في منظماتنا اليوم هي خلق هذا الجو أو توفير هذا المناخ الذي يدفع العاملين على الإنجاز ويدفع العاملين على إخراج كل ما لديهم في سبيل تحقيق الأهداف وليس تحقيق الأهداف كما اتفق وإنما تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية برؤية صحيحة بإبداع وإلى هنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لن ألقاكم في محاضرة قادمة استودعكم الله وفي رعاية الله اشتركوا في القناة